هسا نجي عندنا هنا المثال الأول Using the Navier Stock Equation in the flow direction Calicate the power required to pull 1 by 1 Flat Plate at speed 1 meter على 2 يعني شنو؟ يعني معناها استخدم Navier Stock Equation المعادلة حتى تكون تحسب مقدار الباور يريد الباور من يمك على بلايت مقدار الطول مالتها 1 والعرض 1 وتكون هي فلات يعني معناها عدلة Plate at speed 1 meter على 2 منطق الرسم صفيحة قاعدة تتحرك بسرعة معينة 1 متر على 2 ومنطق الطول والعرض مالتها كاتب Over an Insulin Surface يعني شنو معناها؟ يعني معناها هكو صفيحة ليجا وثابتة ال Insulin Surface هو معناها سطح ثابت يعني مثل القاع هي مو صفيحة هي مثل القاع او هي شيفة شي مثبت يعني يصير يقول The oil between the surface has raw وميو هلجت The pressure difference between points 1 and 2 is 100 عدنا هناني شنو عدنا الرو والميو منطيها مال السائل سائل عدك بين هاي الصفيحة وبين القاع قاعد يجري فمنطين الكثافة مالتها ومنطين اليزوجة وشي يقول لك يقول لك مقدار فرق الضغوط الموجودات مالتها بين النقطة واحد والنقطة اثنين مقدارها 100 كيلو كيلو نيوتن على متر تربيع شنو معناها هاي الحجاية؟ هاي الحجاية مهمة هاي شنو معناها؟ معناها انه يعني اكو مقدار تغير بالنسبة للضغط بالنسبة للX زين عدك المحاور هو راس ملكية حاطلك هنا محور Y وهنا نحاطلك المحور مال الX وصفيحة هنا تتحرك وأكو نفط قاعد يجري ثنان فتسائل ومنطك البعد منا لهنا وهايها ثابتة ومنطك زاوية 30 طبعا خطوات الحل بروسيجر ثابت شنو هي الخطوات؟ عندك هنا الخطوات الأولى تحط القانون يا قانون قانون الطويل مال النفيرستوك حطيته انت هنا خطوة الثانية شنو هي هو انو انت تجي تصفر شا تصفر؟ عندك واحدة واحدة الروح عندك قيمته هاي وهاي 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 تتصفر ليش؟ هايا ماكو تغير بالنسبة للزمن هايا ليش؟ لان ماكو تغير بالنسبة لل-DU على-DX السرعة ما تتغير بالنسبة لل-X زين الـ ال-V ليش تتصفر؟ لأنه لا راح منا ولا راح منا هو دي يجري بس باتجاه ال-X فإذاً ال-V صفر وال-W صفر يعني ال-Y صفر وال-Z صفر الروح عندك إلها قيمة ال-GX ما تتصفر ليش؟ لأنه منطق زاوية كان هاي الحالة تكون القيمة مالتها صفر يعني شنو يعني إذا كان عندك يش يوم بوب ويجري على اليمين زاويت هاش قد زاويتها صفر وساينة صفر هاش قد إذن صفر فهنا هاي تكون القيمة مالتها صفر ناقصا شنو ناقص DP على الـ DX هاي عندك قيمة هاش قد وقال لك Points 1 to 2 عندك شنو أكو شغلة بس هاي خليها ملاحظة يمك الـ DP على الـ DX مرات شو تقول له تسميها Delta P على L وحسب إشارة مرات موجبة مرات سالبة Delta X هي تمثل الـ L شنو هاي القصد من يمها هي Delta P شنو هي Delta P هي جاية من الـ P2 ناقصا P1 ماكو بس هناش قل لك قال لك Between points 1 and 2 ما قل لك 2 and 1 فشنو معناها معناها الـ P1 ناقصا P2 وبما أنه P2 أكبر من الـ P1 والإشارة الأكبر هي السالب إذن إحنا هنا رح نخلي سالب فأنت شت قل لك DP على DX تساوي سالب Delta P على L هاي مجرد تغير رموز وتعوضها هنانا بالقانون هس بالصفحة الأخرى هتشوف الحل موجودة بها هاي الشغلة زين عندك شنو بعد لميو منطيها بالسؤال هاي شيرها وتعوضها هنا زين عندك هاي شنو دي يحصل تغير بالنسبة للـ X لا ليش لأن أنت عندك هذا كيرف هيج فأنت طول هذا الخط كل نفس الطول بينما من تصعد وتنزل يعني تغير بالنسبة كمحور Y فرح تصير تغير بالقيم فهنا عندك بالنسبة كمحور Y رح يكون إلى قيمة وهاي صفر وبالنسبة للذات ماكو تغير فهاي هم صفر خلصنا مسالفة التصفير هس شنو الخطوة الثالثة إن كامل مرتين اللي يصفالك من معادلة التصفير هاي المعادلة ش تسوي لها بعدين بعدين يتكامل مرة أولى يطلع لك هاي وراها تكامل مرة ثانية يطلع لك هاي هس شنو الخطوة الرابعة هو أنه أنت تخلي باوندر كوندشن شنية الباوندر كوندشن هو عبارة عن ثابت معينة تعوضها بالمعادلات اللي فوق هاي وهاي حتى تطلع القيم مالة الأي والقيم مالة البي شنية الأي والبي احنا شننا بالسادس نسميها سيوان و سي تو هس شنوها سواها بأي و بي كيفك اللي يعجبك أيرا ما تسميها سين هس شنو اللي عندنا هنا عندنا الباوندر كوندشن شن صايرة عندما الواي تساوي صفر يعني شنو يعني أنت عندك محور الأحداثيات هنا بالمناسبة محور الأحداثيات في حال طاكية بالسؤال اشتغل عليه نفس المكان الحارضة في حال من طاكية هو بالسؤال تقدر تغيرها تقدر تخليه نصف تقدر تخليه فوق عادي اللي يأجبك بس كون شوية تفهم شوان مقدار التغير اللي يصير على أساسك نفس الناتج يطلع بس فرق بالباوندر كوندشن كقيم زين شنو اللي عندك حافة القاعة القاعة الموجود مقدار الواي القيمة مالتها صفر يعني أقل قيمة هنا هاي القاعية كلها على امتدادها الواي تساوي صفر فتقول لها عندما الواي تساوي صفر السرعة جد تساوي اليو تساوي صفر ليش لانت عندك هذا كيرف وهذا هي شي صاير أقصى قيمة صايرة بالنص الحوافد تقل تقل صار الصفر وتقل تقل تقل هنا صارت هم صفر فإذن شا حتقول لها هتقول لها عندما الواي تساوي صفر اللي هي الحافة القاعية إذن اليو تساوي صفر اللي هي السرعة هنا المنطقة تساوي صفر شي تساوي شي لذنني تعوضها بالمعادلة الفق رح تطلع لقيمة البي هس نجي شنو عندما الواي تساوي بي ليش تساوي بي أنه أعلى نقطة هنا الحافل هنا عندما الواي تساوي بي طبعا هي منطنيها عشرة ملم بس أنا سميتها بي كرمز تسهيلا على مودة وبعدين بالنهاية عوض لرقام فحطيتها هنا فعندما الواي تساوي صفر يعني الواي عندي تساوي بي قصدي عذران هنوان وي تساوي بي إذن اليو تساوي سالب يو زين ليش تساوي سالب يو لأن هاي الصفيحة متحركة مو ثابتة فبما أنه هي تتحرك فإلها قيمة إلها سرعة إذن سميتها يول سرعة زين ليش سالب لأن انت عندك المحور الأكس من نانب اتجاه اليمين هو الأكس الموجب والعكس مالتها سالب فهي دي تصعد بعكس محور الأكس إذن تكون القيمة مالتها سالب سيشيل ذني الاثنين اتعوضها بالمعادلات اللي فوق تطلع لقيمة الأي هيج زين خطوة الوراية شنو اللي عندك تشيل ذني وهيا عندك هاي المعادلة تعوضها بالمعادلة الفوق اللي هي كاتب لك خامس نقطة عوض راح تطلع لك هاي المعادلة اللي موجودة هنا هذا لشكل مالتها وراها شنو عندك هسا تشوف شيريد هاي الخطوة الوحيدة المتغيرة بالأسئلة شنو اللي شوف شيريد هو شرايد رايد من يمك يريد من يمك الباور شنو قانون الباور اللي هو الف في اليو هذا القانون معلته الباور الف من يجيب اليها الىف اللي هو يجي من قانون التاو الشير اللي هي من المقاومة مع المرحلة الثانية التاو تساوي الىف على الاي خوش هسه عدك هذا القانون مالتها ضربت طرفين بوسطين اش طلع cliff تساوي التاو في الاريا اللي هي المساحة التاو نوت مين؟ التاو نوت عندك مين القيمة مالتها؟ التاو نوت اللي هي لها قانون مال المرحلة الثانية مال الفلويد اللي هو الميو دي يو على الدي واي شوكت تقولها هاي مو كيف تحطها هاي هو حسب مطلب السؤال مرات يقول لك آني أريدها عند الصفيحة يعني شنو؟ يعني عند المنطقة الفوقانية هو اش قل لك قل لك يعني قل لك آني أريد تحسب لي الباور عند المنطقة اللي بيها صفيحة تتحرك بسرعة هلقد ومساحتها هلقد قل لك هنا لو قايل لك هنا شقد القيمة مالت الواي؟ الواي تساوي صفر ليش أنا حافة هنا القاعدة صفر؟ لو قايل لك هنا إذن الواي تساوي بي فش تقول لها عندما الواي تساوي بي؟ لو قايل لك بالنص أريدها فتقول لها عندما الواي تساوي بي على اثنين فهنا عندك وي تساوي بي في المساحة هسا يجي عندنا هنانا الصفحة تكملت الحل شنو اللي عندنا بعد التكملة ما للحل عندنا القانون عندك اللي طلعته عوظت بالمعادلة الفوق طلع لك هذا الشكل اللي موجود ما للF هسا شنو الجي اكس الهقيمة اللي هي جي اكس تساوي جي ساين الثيتا ساين اش قد من طيها 30 هو بالرسم موجودة زين الدي بي على الدي اكس نفس ما اتفقنا بما انه هو قايا لفرامبوينتس 1 تو 2 اذا انت راح تقول البي 1 ناقصا البي 2 وبما انه البي 1 اكبر من البي 2 فهاي الحالة صارت سالب دلتا بي على ال هسا شنو تجي تحطها انت هنا يعني هتعوض هاية الشي لا تحطها هنا لغسد هسا تعوض ارقام اللي يوم انطيها بالسؤال حطيتها اللي يوم انطيها بالسؤال حطيتها البي وحدتها من لم حول الوحدة مالتها وحطها البي هم انطيها حول الوحدة وحطها دي بي اللي هي الضغط من طيب رامبوينتس 1 تو 2 اللي هي مية ديش فيه 10 سؤال 3 اللي ينكاتب كيلو باسكال ال ال مقدارة واحد اللي هو الطولي مثل ال ال ب هم تحول وحدتها من الواحد للصفر بوينت صفر واحد ال ال رو اللي هي تسعة بوينت واحد وثمانين حفظت تعجيلة الارضي ال جي اكس اللي هي هاي ال جي هاي تسعة بوينت واحد وثمانين ساين ثياتا اللي هي ساين لثلاثين عوضتها خلصة طلع ال F الباور شنو عندك اللي هي ال F ال U ال F جقد هاي شي لا وعوضها هنا هاي عندك هاي ال F اللي هي الموجودة ال U جقد منطيها واحد متر على سكن بالسؤال هذا هسا خلص السؤال